نروح إلى أمر آخر وتحديداً النسخة الثالثة لمسابقة منتدى شباب مصر للمهارات واللي أقيمت في محافظة الأسكندرية واللي بيعقد كل سنة بمشاركة 25 متصابق الشيء المختلف السنة دي شوية كان مشاركة السيدات بنتين مصريات عندهم مهارات في الميكانيكا وتصليح السيارات واحدة من البنتين كمان كانت حامل في الشهر السابع وأنجزت مشاركتها بنجاح تام هي إسراء الديبل اللي معانا دلوقتي على الزوم صباح الخير يا إسراء صباح النور طمينين لأول قبل كل شيء على الحملة إيه الأخبار؟ منتظرة يا إبيبي لا كله تمام الحمد لله منتظرة المولود إمتى إن شاء الله؟ سهرة ناصر إن شاء الله يلا إن شاء الله تقومي بالسلامة وتتطمني على المولود إحكي لنا بقى أي موضوع المسابقة وشاركتي إزاي؟ والتفاصيل وش معنى الميكانيكا؟ أنا أصلاً المفروض إن أنا طرف الأكاديمية بس أنا تتخرجت خصوص في قسمي ميكانيكا في معدد دراسة التوكتنامية مهنية في مجمع خدمة السنواء في قسمي ميكانيكا أنا طرف الأكاديمية ميكانيكا بس أنا أحب ميكانيكا السيارات ولو نزلت ترينينجي كثير في هذا توكيل وتوكيلات عالمين ومعيش فدت خبرة كثير في سيامة السيارات وكذا أنا وأختي إحنا بثنين إحنا بماطعة المستوى دي بتتعمل كل سنة الفدري يسرع أكمل المستوى دي بتتعمل كل سنة وإحنا شاركنا بها دي تاني سنة نشارك فيها يعني بتبقى برعا كذا يعني كذا مجال يعني كذا مصابقة في طبخ وفي مبابة وأذناء وحبات كثيرة إحنا متخصصين في ميكانيكا السيارات فبندخل المصابقة السيارات في بقى برعا 25 متسابق ويبقى في مرحلتين تصفية وفي الآخر بيبقى 10 في النهائي بيتأهل عشرة للنهائي فإحنا كل سنة الحمد لله بنطلع من العشرة للنهائي يعني اشتركت في المقل كام سنة وراء بعض في السنتين سنتين وفي السنتين ما شاء الله من العشرة اللي بيصلوا النهائي وأختي بس ما كانش فيه بنات تانية بس بعض دي يعني بعدينا يعني في ترمي ثالث كده دخل بنات تانية تشجعت بقى ان هي حبت ان هي تدخل وتدخل المجال وتجرب وان هي تنزل ترينينج توكلات وكده طب يعني اسراء جوزك عائلتك كان رأيهم ايه لما قررت ان انت تشتغلي ميكانيكا يعني زي ما احنا بقول كده قسطة اسراء لا والله هم كانوا يشجعوني يعني ما فيش حد فيهم وقف وصودي او قال لي لأ وكده هو وساعة المساوبة بس جوزك ما اعترض كان خايف عليها بس رجع ابي خلاص براحك يعني ايه مهماناتي يعني ايه مردوش اذا علمت طبعا يعني انتي تشرف يا اسراء انتي واختك وبنبارك لكم واحنا كمان فخورين بكم اسراء اديب نشكرك شكرا جزيلا كنتي معانا في صباح الخير يا مصر عبرزون